أربع سفن حربية روسية في بحر قزوين بدأت اليوم الأربعاء مشاركتها في المعارك في سوريا لقد أطلقت 26 صاروخا مجنحا من نوع كاليبر على 11 هدفا لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية هذه الصواريخ قطعت مسافة 1500 كم فوق الأراضي الإيرانية والعراقية كل ذلك بالتزامن مع عمليات عسكرية برية للجيش السوري في محافظة حما وغارات جوية للمقاتلات الروسية في محافظة حما وإدلب وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مقاتلاته ستساند الجيش النظامي في عملياته البرية المقبلة وفي اجتماعه مع وزير دفاعه سرغي شويغو أكد بوتين على ضرورة التعاون مع التحلف الذي تقوده الولايات المتحدة في القتال ضد التنظيم المتشدد في سوريا لكن وزير الدفاع الأمريكي أشن كارتر اعتبر أن لروسيا استراتيجية خاطئة وأضاف إنها مستمر بالقصف على أهداف لا تعود لتنظيم الدولة الإسلامية نعتقد أنه خطأ جوهري بغض النظر عما يقوله الروس لسنا موافقين على التعاون مع روسيا طالما استمرت في أخطائها الاستراتيجية هذه الغارات الجوية التي بدأت في الثلاثين من أيلول سبتمبر أصابت ضرباتها مائة واثنين عشر هدفا وتقول روسيا إن هذه الأهداف تابعة للتنظيم المتشدد